موسيقى شهد ركن الحرف اليدوية في قلب ساحة أيام الشارقة التراثية اقبال الزوار عليه حيث يوجد فيه العديد من المنصات التي تحاكي الحرف القديمة التي احترفها الأجداد القدامى التفاصيل في التقرير التالي في قرية الحرف اليدوية التي تشكل ركنا من أركان أيام الشارقة التراثية يمكن للمرء اكتشاف أسرار الحرف بل وتعلمها إن أراد من خلال الماهرين والماهرات الذين يبدعون في أعمالهم ومنتجاتهم المتنوعة حيث يشارك في ركن الحرف اليدوية مجموعة من السيدات وكبار السن من مختلف إمارات الدولة ما شاء الله الشيخ سلطان الله يعطي الصحة والعافية يعني سوى هلين هالمهرجان أيام الشارقة التراثية عشان نعرف الناس التراث نعرفهم عن الأجداد كيف عاشوا كيف عانوا كيف تعبوا وكيف الأشياء العيشة اللي عاشوها إذا إحنا الحين ما علمناهم إحنا نعرف هالموروط علينا وارتينه من آبائنا إذا ما نعلم العيال العيال الحين كيف بيعرفوا إحنا الحين العيال يومية يشوفوا هالشيء يعني الناس اللي ما عارف يبقى بهر يعني أول ما في صبغ لنا ما تينا الملابس أول مصبغة لنا أول جد أجداد لنا ما تيهم ملابس مصبغة يتيهم الملابس بيضة من حاجتهم يلون ملابسهم بل هالأعشاب كل أعشاب طبيعية هنا يتعرف الزائر على طبيعة ونوعية المهن والحرف اليدوية التي كانت سائدة في الزمن الجميل مثل الصناعات اليدوية المستنبطة من مادة الخوص سعى في النخيل كالسفة والسرود والقفة والمغطى والمشب والمهفة وكيفية صناعة الدخون والبخور العربية مع خلطة العطور والزيوت الطبيعية وغيرها الجيل الجديد هذين الصغار البنات اللي أحين طالعين ما يعرفون شي يعرفون دخون لا يعرفون أي شي لك الحمد لله إحنا عقبنا نعلمهم يعني نعلمهم الدخون نعلمهم مثل نسوي المخمرية نسوي العود المعطر يعني قمنا الحمد لله شوي شوي ما شاء الله نسوي لهم نقدم السبوب ونقدم الغذل ونقدم الميزع ونقدم السدو وهذا عشان نعرف الأجيال القادمة تراثنا ليلة نشتغلها عندش السبوب والطير اللي هو حق الطير يحطونا في الوكر وحطوه يربطونا في ريولة عندش القذل اللي هو قذلون حبيبت مجرد ما تغذلها تأخذه وتحط السد فيه الخيام عندش الميزع كانت العروس تزيف الميزع اللي تلبس الذهب وتلبس الميزع هذا كله كانت تلبسه القديم عندش السد وحق الخيام عندش حق دينة الخيام عندش حق العتاد عندش حق السبوء حق الخطام مالناقة عندش الخريق حقونا الأول ورع حقونا الأكل فيه ولادنا بعدنا على تراثنا هذا هذا الركن يروي العديد من القصص التي أدهشت الزوار ومحبي المهن والحرف اليدوية وعشاق التراث من جميع الفئات حيث أجابت القرية عن العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بإسلوب الحياة والصعوبات التي كانت تواجه الأجداد والحرف التي كانت تمارسها المرأة والأسلاف في رحلة جميلة عبر التاريخ الحفاظ على الموروث الإماراتي والعدات والتقاليد مسؤولية وطنية لذلك تحرص أيام الشرق التراثية على توفير المناخ المناسب لتعريف أجيل الحالي والأجيال القادمة بأهمية هذا التراث والعدات والتقاليد لأخبار الدار فايزة الضنحاني أيام الشرق التراثية اشتركوا في القناة